كانوا يفهمون هذا الموضوع وأولئك الذين توجهوا نحو الأعمال الإجرامية وتقسيم البلاد التي الآن تقف أمام تهديدات كبيرة من الخارج وحين على الجبهة يقع ويسقط رفاقنا ولكن منظموه هذا التمرد وكانوا قد خانوا وطنهم وشعبهم وكل من كان قد دفعوا به للضرب بالآخرين وهذا ما كان يرغبه أعداء روسيا والقوميون المتطرفون في كيف لقد أرادوا أن يبنى الجنود في روسيا بقتل بعضهم البعض وإن أجهزة حفظ النظام والأجهزة الخاصة كانوا قد حافظوا على قسمهم ووجبهم تجاه شعبهم وإن الطيارين كانوا قد حموا روسيا من هذا الانهيار وبنفس الوقت ونحن نعرف أن أغلبية المقاتلين من مجموعة فاغنر كانوا هم أيضا وطنيون وموالون لدولتهم ولقد أثبتوا ذلك عندما حرروا دنباس ونوفروسيا وحاولوا أن يستخدمونهم ضد أخوتهم بالسلاح والذين حاربوا معا لأجل بلدهم ومستقبلها ومنذ بداية الأحداث ووفقا لقراراتي كنا قد سعينا لتفادي نزيف الدماء وكنا بحاجة إلى الوقت لإعطاء الفرصة لأولئك الذين قد ارتكبوا الخطأ ولكي يفهموا أن عمالهم يرفضه الشعب بشكل حاسم وما النتائج المأساوية التي ستتعلق بها روسيا ونتيجة لمغامرتهم وأشكر كل العسكريين والقادة في فاغنر الذين اتخذوا القرار الصحيح الوحيد وهو منع وقوع حرب أهلية وأخوية ونزيف الدماء وتوقف واليوم لديهم إمكانية للاستمرار في خدمة روسيا بتوقيع عقود مع وزارة الدفاع والجهات الأخرى أو العودة إلى أهلهم وكل من يرغب بالذهاب إلى بيلاروس وعدنا ما وعدنا به سيتم تنفيذه وأكرر فإن الخيار يعود لكل واحد منكم ولكن أنا واثق أن هذا بالنسبة للعسكريين الذين اعترفوا بخطائهم وأقدر ما قام به الرئيس البيلاروسي لوكاشينكا لجهوده ومساهمته في حل هذا الوضع وأكرر وإنه بفضل النية الوطنية وتضامن المجتمع الروسي كان قد لعب دورا حاسما في هذه اللحظة ونحن بهذه القدرة بإمكاننا أن نتجاوز